الشو ممكن نتخلص من موضوع الذاكرة عندنا إنه إحنا ما نتذكر أي شيء ننسى بسرعة وخاصة الطلاب طبعاً بالبداية أحب أشكركم واشكر قناتكم على الاستضافة الحلوة نواردنا الله يسلمك مشكلة النسيان بدأت واجه الكبار والصغار يعني ماكو شخص حالياً مادي يواجه هاي المشكلة طبعاً إلها أسباب أكثر سبب شائع وأكثر سبب يصير بسبب النسيان هو ضعف النواقل والمواصلات اللي موجودة بالدماغ أوكي زين الأسباب الثانية الشينية طبعاً هواي أسباب لكن الأكثر اللي دي واجهه يعني خلين نقول الأطفال يعني تلاحظين أن الطفل أكثر شخص أو أكثر فئة عمرية دي يساعدهم مشكلة النسيان المستمر وأنا داماً أركز فيديوهاتي على الأطفال صحيح بصراحة موضوع النسيان دي يواجهه الأطفال بسبب إهمال الأهالي إهمالهم من يوناحية الادمان على الموبايل يسبب النسيان يسبب تلف بالنواقل والمواصلات يسبب تحطيم للذاكرة يعني ماكو بيت عراقي حالياً ما يخلي من الموبايل والسوشيل ميديا أنا عندنا الأطفال هم لعوهم سنة و سنتيان أصلاً يخلونا بقابلهم يعني الطفل ما يسكت إذا ما تحطي له موبايل قدامه أنا أنا أشوف ناس مقربين ليه الطفل دي يأكل ويبتي لأ إلا أنطي موبايل حتى يسكت إذا لا كده نشوف يعني أنه قبل كان الطفل ما يسح حتى إحنا يعني مشنا ما ننسى هسا النسيان كفر إحنا شنا من يعني من نادر نقعد قدام التلفزيون يعني عندنا أوقات محددة حلقة محددة نشوفها باليوم وخلص بعد بعد ما نقعد قدام التلفزيون نلتهي يا أما باللعب بره بره البيت يا أما بالدراسة فتلاحظين أنه الطفل العراقي حالياً عنده نسبة نسيان فضيعة وهذا قلت لش أنه السبب دي يعود بسبب الأهالي هم اللي هاملين هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر